يواصل الكونغريس الأمريكي بحثه تجديد العقوبات على ميليشيا حزب الله اللبنانية حيث سيشمل القرار الجديد المتوقع منع التمويل الدولي لحزب الله وتوسيع دائرة العقوبات لشخصيات وكينات محلية ودولية وبحسب صحيفة ديفليت الألمانية التي نشرت تقريرا يفيد بأن ميليشيا حزب الله تعاني أزمة مالية خانقة بسبب نفاذ التمويل المالي وأن الحزب فقد عددا من عناصره المؤثرين بالإضافة لأنه شاهد تراجعا على مستوى الإداري والمالي والعسكري لتنبأ التقرير فيما بعد بقرب نهاية الحزب وبحسب الصحيفة الألمانية بدأت الأزمة المالية بعد دخول حزب الله اللبناني إلى سوريا من أجل القتال إلى جانب النظام أما أسباب الأزمة فقسمت إلى سببين الأول أن الميليشيا تقاتل على جبهات عدة بينما تناقصت مداخلها نتيجة العقوبات الأمريكية إلى درجة أنها أصبحت مهددة بالإفلاس والسبب الثاني يتمثل في أن رجال الأعمال الشيعة الذين دأبوا على تمويل حزب الله أصبحوا متخوفين من العقوبات الأمريكية في حال مواصلتهم تقديم دعمهم لهذه الميليشيا وعلى صعيد متصل بالأزمة المالية الراهنة تداولت وسائل علامية أخبارا عن إجبار أثرياء لبنانيين الشيعة على التبرع لمصلحة الميليشيا بينما نشرت مواقع على شبكة الإنترنت موالية لحزب الله دعوات تحض فيها مناصر الحزب في إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والبرازيل والأرجنتين للتبرع لصالح الميليشيا وذلك لتغطية العجز المالي تحدثت تقرير أيضا عن مصادر التمويل لميليشيا حزب الله وأخذت إيران الدورة الأكبر في تمويل الحزب وتعمل إيران وفقا لاستخبارات غربية على تحويل مبالغ تقدر بثلاثمائة مليار دولار سنويا لصالح الميليشيات بالإضافة إلى تقديم الأسلحة والخدمات الليجستية وتبلغ قيمة المعدات العسكرية ما لا يقل عن سبعمائة مليون دولار التقرير الألماني تنبأ بقرب نهاية الحزب كما نشرت الصحيفة أن زعيم الميليشيا حسن نصر الله أمر بتصفية القائد العسكري مصطفى بدر الدين حيث قتل في ظروف غامضة عن طريق قصف مجهول على موقع بالقرب من مطار دمشق الدولي ويعتبر مصطفى بدر الدين متهما بتفجيرات الكويت في عام 1983 حيث حكم عليه بالعدام ليهرب فيما بعد والتهم أيضا بتفجيرات الخبر في السعودية عام 1996 وبقضية اغتيال رفيق الحريري عام 2005 ترجمة نانسي قنقر